اخبار اليوم ان بخصوص كل ما نشر من مواقع اللي تابع لجامعة الاخوان الارهابية حول ظروف اختفاء او حبس الكلام ده غير صحيح بالمرة هو بس كل اللي حصل ان ظروف بنته اتعرضت لحدثة على الطريق الدائري حدثة طبعا يعني حدثة صعبة فطبعا عشان هي بنته الوحيدة بخلاف ابنه التاني فكان لازم ان هو يلازمها ويقعد معها في البيت طبعا مواقع اللي تابع لجامعة الاخوان نشرت ان هي التوفت تقدر الله وانا بنفر الكلام ده تماما هي الحمد لله صحتها بدأت في تحسن والاستاذ احمد موسى بيطمن كل الناس ان شاء الله ان هو رجع للشاشة وريب بالنسبة لازمة نقابة الصحفيين طبعا موقف نقابة الصحفيين بالنسبة لازمة الاعلام كان موقف غير مرضي ما كناش نتمنى ان نقيب الصحفيين استاذيح اللي احنا انتخبناه ان هو يقصر او ما يقومش بالدور اللي احنا كنا نتمنى ان هو يقوم به لان احنا كنا نتطلع ان هو يبزي المجهود اكبر في خاصة ان هو استاذيح من موسى مش عوده نقابة الصحفيين فقط بل ان هو كان عوده في مجلس نقابة الصحفيين وكنت اتمنى ان هو استاذيح يقوم بدور اكبر من التصريحات اللي انا سمحتها وهو بيقول انا بحاول ابزي المجهود بس احنا بصراحة مش شايفين اي مجهود ان هو شايف زيميلو معرض للحبس والنقابة واقفة مكتوفة لأيد فاتتمنى ان الاستاذيح يقل لاش يقوم بالدول اللي احنا يعني يقوم بي تجاه زيميلو الصحفي الاستاذيح مدموسى تصرحات ان هو هيرجع مثلا بعد فترة ولا فترة دعيبة دي هتطول لحد امتى عشان في ناس كتير عايزة تتطمن وتكذب الاقويل اللي دايما بتتقال الحقيقة الاستاذيح مدموسى ان شاء الله هطلع قريب وكان فيه اتصال مبارح معاه هو بس موضوع زي ما قلت لحضرتك موضوع بنته شغله شوية وخلاه ان هو يفضل قاعد معها في البيت لان هي يعني حالتها صعبة حادثة على طريق داري كانت صعبة شوية وان شاء الله هيرجع قريب بس كمان احنا بنطمن الجروبات اللي هي على الفيسبوك الانتشرت وعاوزة تتطمن احنا بنطمنها ونقول لس احمد موسى بخير وان شاء الله كده قريب هيتطلعوا ويطمنكم ويرجع نور الشاشة تاني ان شاء الله ممكن تكلمنا اكتر عن الاعلامي احمد موسى في عجل كتير الناس ما تعرفهش عنه لس احمد موسى هو صاحفي من صعيد مصر من محافظة السهاج قرية شطورة بدأ عمله بجريدة الاهرام سفر بعدها للسعودية وبعدها رجع الاهرام تاني التحق تدرك في المناصب من رئيس قسم الحوادث حتى نايا برئيس قسم الحوادث كانوا بيغطي ملف الداخلية منذ بداياته في جريدة ملف جامعة الاخوان لذلك هو يعرف كل كبيرة وصغيرة عن جامعة الاخوان تم وضعه بسبب انه هو بيكشف بيكشف مخططات الجامعة الارهابية للنيل من مصر ومن امن البلاد تم وضعه على قائمة الاختيالات تمام بس ده مش هيستهدف من استعمال موسى بل هو بيديره دافع اكبر انه هو يستمر في اداء الرسالة الاعلامية ويكشف كل ما كل من يريد بمصره سوء هل هناك أكثر المواقف الصعبة التي تعرض له في الفترة الأخيرة؟ لا هو مش مواقف صعب على حاجة هو بس جات له تهديدات عدة من جامعة الاخوان عشان يغير موقفه الاعلامي من اتجاه صدى موقفه الاعلامي في خلال البرنامج اللي هو بيقدمه بس طبعا السيد المو أحمد موسى ده بيزيده الصرار انه هو يعني يبزي المجهود اكبر ويكشف مخططات اكبر للجماعة الارهابية لماعة الاخوان الارهابية